انتبه اشقال اشكاليات اخرين حتى بالنسبة للمواطنينا بالخارس والي قاعدين نحاولوا نتجاوزوا الاشكالة ذاية بشي نجموا يشاركوا فيه اما الاستشارة رهما تكون ناشا الا ما المواطنين يكون مقتنعة انو المشاركة بتاعه هي اللي بيشتنجح وكيف نقول المشاركة بتاعه حتى لو كان هو معارض للاستشارة هذية نحبه يدخل القوى الراني انعارض الاستشارة هذية شنو رايك في التبرير هذي شنو رايكم رايزوز في التبرير هذة متعال انترنت بقى التبرير متعال انترنت بصراحة معتها ماهوش مقنع برشا لانه اليوم النسبة متع الناس اللي موجودين في بلايس ما فيهش كوفيرتور كل سواء متع ديسل وإلا متع كاتجي نسبة معتها ما تتطبقش مع الاعداد متع الناس اللي ما شاركوش في الاستشارة سورتولي عنا برشا حاجات اللي اتعاملت على الانترنت ونجحت مثلا كيشوفوا منظومة ايفاكس كيفيش معناتها قريب 7 مليون مواطن سجلوا في ايفاكس دونك فيه تقديري المعطا هذية ماهوش هو السبب الرئيسي او المباشر لضعف اللي قبل على الاستشارة ماذا بايا معتها مشاغلين الانترنت يجيبوا ماذا هو موجه لهم هما ماذا بينهم يجيبوا وزيدا قال الناس اللي معارضين يدخلوا يقولوا راه معارضين كتدخل الاستشارة فماش تقول انت معارض دخولك هو يعتبر مشاركة حتى كان انت معارض خاطر فماش انت معاه او ضد الاستشارة هذية سؤال غير مطروح هو زيدا حكاية في نفس التصريح هذية على العدد اللي موجود لحد اليوم هل هو كيفي وإلى لا باش نعتبره باش نحكيه على كريدي بليتين متاع الاستشارة هذية نتصور انه ان شاء الله منه العشرين مارس راهو العدد بشي يطلع برسا على خاطر تم ناس يقول لك العدد هذية ما هوش كبير وكذلك اما راهو حتى بالعدد اللي متواجدتا فوق الميتين الف هذية الاستشارة راهو تعبر على رأي معناتها التوانسة هل انه عدد فوق متين الف يعبر على رأي التوانسة؟ لا هو العدد بتاع معناتها كيبدأ صغير ما يعبرش على التوانسة اذا مجيه اثنين ينجم في استطلعات الرأي يكون عدد صغير ويعبر ولكن وقت يكون مخدوم بطريقة علمية يكون ربريزنتاتيف اليوم الاستشارة هي تعبر على الناس اللي يشاركوا في الاستشارة الميتين الف هذوكم ولا تنجم توصل ثلاثة مية اربعة مئة الف ولكن من نجموش قلول هي تعبر على الارادة العامة متاع التوانسة بش نرجع اينا من نهار واحد جانفي لسي كاميل قديش كيفاش كان يتطور الخطابة متاعه بغبغل الاستشارة هذي ينهار واحد جانفي وقت اللي وقتها منش حدش شوية تقنيا العملية ولكن نحكي على بويدر النجاح متاعها راهو العملية هي بدأت مع العشرة نحنا مثل ثمانية يعني لم ننالعباد اللي هما من كامل كيف العملية هذية وعملنا لهم انفورماشيون بش يكونوا يعرفوا كيف يتوجهوا للمواطن العادي شنو المصطلحات اللي هما يستعملوها تعرف انو العملية هذية متهمش كان الشباب راه العملية هذية تهم كافة شراء الحاملين اللي بيطاقة التعريف اللي حاملين بيطاقة التعريف ونحب هوها نحنا تكون يعني بالنسبة لليوم مثلا حابينها تكون عملية اللي هي فيها التمثيلية بالنسبة لكافة الشراء وهذا شنو اللي صار وهذا شنو اللي صار يعتبر في نهار واحد جانفي نمشي ونمشيون هال 24 جافي كان نضيفنا في ميديشو وحكي على سئل الياس قدش لازم عدد اللي ينتخبوا فما بالك هما زادوا حتى ال 16 السنة يعني هبتوا بالعمر فحتى اللي ما عندهمش بتاقة التعريف من 16 حتى ال 18 ينجموا يشاركوا في الاستشارة هذية نقولوا 8 ملايين عا 8 ملايين قداش لازم من تونسي يشارك باش نجموا نحكيوا على استشارة اللي نجموا ناخذوا بالأجوبة متاحها يا سيدي أعطيني وقتش تعتبر احنا دخلنا في النجاح وقتش تعتبر انه احنا منيش في النجاح هاو نعطيك بعض المؤشرات من سفر الاربعين في المياة مشاركة نحب نقول له ثم اوعان كيف يقولوا وا اه احنا ملايين مع فرنس 60 مليو نعم قدءت عشارك söه مايران مايران مليو اي ضوك اي ضوك اي ضوك هذه قعتبر دونك تعتبر نعم علا بذنسبة الناس اللي هما مطارن sinners بذنسبة لثان اذا كان يعني تكون فوق الخمسة وعشرين في المئة باش تكون كريديبل يعني إذا كان ربع المعنيين بالأمر فوق الخمسة وعشرين في المئة يعني ثمانية ملايين إنساني نجم ما ينتخب في تونس زوزملايين لازم يكونوا مشاركين في الاستشارة هذية باش نجموا نقولوا على استشارة هذية ناجحة ولكن اليوم عنا ميتين الف يعني العشر تاهم زوزملايين هذوما ونعودوا نسمعه شنو أقال على البعض ما قال لازم زوزملايين اليوم نسمعه شنو أقال على الميتين الف نتصور أنه إن شاء الله منه العشرين مارس راهو العدد بش يطلع برش على خطر تم ناس يقول لك العدد هذا ما هوش كبير وكذا أما راهو حتى بالعدد اللي متواجد التاول فوق الميتين الف هذية الاستشارة راهو تعبر على رأي معناتها التوانسة ولا دونك هذية رأي نزير أنا سؤالي مختلف تماما من الإياد به إيجي نحطوا العقل تاو على الطاولة باش نحكيه بالمخ به هل يكون عزوفة تونسيين معتها وهذا موجود اليوم غير ما نغطيه عين الشمس بالغرب ميتين الف بعد شهرين أنت بعد شهرين راح كيف وحتى العشرين يوم بعد عشرين يوم ما نصورش إياد كم بش يصير معجزة أنه الرقم ذا بش يتبدل بين ليلة وضوحها به شو معلتها أنه تونسة ما شاركوش معتها تونسة مش مقتنعين بهذا نجم يكون نجم يكون ما تم يحصل روحهم موش معنيين أكثر من هكتناع موش انتغسي عنا زوز معطيات يدعى الطاولة رئيس الجمهورية بقي في الصنداج هو الولاني وبعيد برش هذا المعطى الأول رئيس الجمهورية اقترح مبادرة المبادرة هذية ما شاركوش فيها تونسة زوز معطيات هاي شوف اليوم ربط زوز معطيات هذوما بطريقة مباشرة في تقديري فيه تعصف علش فيه تعصف لأنه اليوم يزم نفهموا علش الناس مشاركوش هم إجابة بسيطة إيه ديما الإجابة بسيطة أنا في تقديري الفرق بين شعبية رئيس الجمهورية في استطلاعات الرأي والعدد الهزيل منتع المشاركين في الاستشارة الفرق هو أنه يفسر أنه تونسة أولا يحسوا روحهم بلهم ما همش معنين اثنين أنه الحملة الاتصالية رأي الحملة الاتصالية مش الناس يسمعوا اللي فم استشارة لأنه تقريبا ما نتوقعش أنه فم تونسي ما سمعش اللي فم استشارة ولكن حملة الاتصالية تفسر له انكوا الاستشارة هذيك رأي مهمة ورأي مشاركته فيها مهمة وهو ينجم يستفيد ما تشكون حاجة أخرى وهيجر هاوس سمحني الحاجة الثالثة بنختم بيها مين هي عملية التعقيد متاع الأسلة أنه تمشي تسأل في الناس على الماء وعلى الطاقة وعلى النظام السياسي وعلى القبار كيجا تهم وروشان فيها تونسي مش مشكلة تسألوا على الماء وعلى الطاقة كتلمهم الكل مع بعضهم بدون أي خيط ناظم بيناتهم رأوا يخلق دون الكمبريانس الوقت قاعد يزرف هنا في 30 ثانية كل واحد منكم هاوس وقال بي الفايدة يخي بالضرورة معتك كنا بداوا انتخبوا رئيس الجمهورية مقتنعين بي ولليوم مقتنعين بي معطي يزومهم يكون مقتنعين بالاستشارة لا ولا ها إجابة مش إجابة هذي نجم يكون نستفادوا منها الاستشارة في حاجة هل صحيح أن النجم ونستفادوا من الإشارة عرفنا أنه التونسي ما هوش معاك فرد بروجيليو يحبك أن تتحكم فيه أي أماش أتركش الفكرة في هذا خلينا في الزاوية هذي لذولي هي أبسط إجابة شوف التونسي عندهم ثيقة في رئيس الجمهورية قسم لبس بيها عنده ثيقة أولا أنه رئيس الجمهورية يمثل مجموعة من القيم الإنظافة سرعة يتركيفين أي هذا كجانب ولكن الجانب الآخر هو شنو النظام السياسي اللي يحب يعملوا هذي التونسي خلي باش ما نتعصفش نقول إنه مضدوا ما همش فاهمين ما همش فاهمين شنو النظام السياسي أحنا اللي نتبعوا كل يوم ونقرعوا ونعرف وشنو النظام القاعد وشنو الحاجات الميزات بتاعه ولكن في تقديري هم مباس إلهم على النظام القاعد لا يسمحوني لحظة معتها مش فاهمينه ولا مش عجبهم كيف كيف عندي هي نتيجة هي كيف كيف هي عدم المشاركة قد تكون هذي إيجابة هذي إيجابة زي إنه واحد ما يشاركش في حاجة معتها مش مقتنع به مش فاهمها معتها مش مقتنع به هو كلام أنا نرجع لكلام مزير شباب ورياضة اللي كان يقول لازم زو زملين مشاركين اليوم يقول إيك في مئتين ألف هو دليل على الفشل متاع الاستشارة هذية نحكيه على الكومنيكاسيون شفناها في الإذاعة الوطنية الإذاعات الجهوية لكل أنبوكل تتعدى فما برامج قاعد تفسر فيها برامج خاصة بالاستشارة في التلفزة الوطنية كيف كيف وزيدة في التليفونات الناس الكل زوبيغة تغل كل قاعدين يبعثوا في ديزي سماس بيش يفسروا لك هم يقوموا بالعملية هذه في الجهات الكل فالناس وصلتها لخبر ولكن عاسفين عليها وهذا لازمها بحث هم يعرفوا عليش بلاي بكل لطف معتها أروا كينتوجهوا معتها بنقد ولا بحاجرة في مصلحة بلادنا زادة لها بلادنا كل ومش بلاد البعض والبعض لأخر لي كينقولوا الاستشارة ريال مون كينشوف الأرقام الأرقام هي تتكلم مش أني بش نعطي رايبا الأرقام هي وحدة تتكلم كينقولوا رايما نشحتش جماهي لين العباد ما شاركتش فيها وفشلت هذا خبر مش معناتها والنظام فشل والحكومة فشلة ورئيس الجمهورية مشبهي لي 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 معتها علش الخلط ديما لاحظتوا الناس مع التحاليل معتها ديما الخلط ما بيناتهم الزوس فهم حتى معتها توانسا ظاهر كلمة متاحهم مش نعطي نغز الأرقام ونجاوب فقط توانسا عندهم ثقة في رئيس الجمهورية لكن المشروع متاحه فما جانب مش فاهمه فما جانب ما عندهش فيه ثقة للمشروع هذي دونك النجم الراجعوه رأى المشروع هذي ماهوش قرآن معتها نجمي عاود يصير مراجعاته معتها عادي معتها سياسي المحنك هو المراجعات الروح وانا تقديري انه معناتها اللي يعمل استشارة رو بشي ياخذ منها معتها بشي يستفيد منها وشي يستفيد منها الاستشارة الاستشارة معناتها بش نطلب رايك ماذا إذا كان نسمة جاوبتش على جاوبتش واضح حياتكم صحة هاجر وإياد بارك الله فيكم